السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سوف نتحدث عن بركات صورة البقرة أسرار صورة البقرة كاسحة الأحزان وناسفة رؤوس الشياطين تعجب ممن يطرق أبواب الرقات ولا يطرق باب صورة البقرة صورة البقرة 49 صفحة كل صفحة 15 سطرا مسوسط السطر 30 حرف والحسنة بعشر أمثالها قارئ صورة البقرة رصيده هائل من الحسنات صورة البقرة بإذن الله ستجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ذيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ولكن أكثر الناس لا يعلمون من أعظم الأشياء التي تجلب للعبد الخيرات قبل أن يطلبها بعد الدعاء قراءة صورة البقرة قراءة صورة البقرة بانتظام تحقق الأحلام ستصرع صورة البقرة كل الأرواح الخبيطة ستطرد صورة البقرة كل الأوهام ستصحق صورة البقرة جبال الأحزان التي تعيش في نفوس البائسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة البقرة أخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة هذا الحديد كنز صورة البقرة أخذها بركة يعني قراءتها وحفظها والعناية بها والاستمرار عليها والاستشفاء بها بركة يعني في نفسك ورزقك وعافيتك إذا حدتوك عن السحر والسحرة وإذا حدتوك عن المس والعين والحسد والقلق حدتهم عن تكرار صورة البقرة كاسحة الأحزان وناسفة رؤوس الشياطين إذا حدتوك عن المواجع والفواجع والفضائع حدتهم عن صورة البقرة وخيراتها المتكاثرة وبركاتها المتناثرة صورة البقرة لا يستطيعها السحرة يعني لو ألف ساحر اجتمعوا وعملوا ألف سحر لن يستطيعوا أن يغلبوا المداومة على صورة البقرة شيء عجيب تكرار صورة البقرة سيجعل حول جسدك تحصينا عجيبا لا تضرك عيون الحسدين ولا يؤديك مكر الحاقدين المحافظة على قراءة صورة البقرة يجلب للعبد الخيرات قد يعجز عن تحصيلها ويرزقه الله بها باركة في أهله ونفسه وماله وولده نحتاج في حياتنا أن تكون قراءة صورة البقرة تقافة لن تشبع منها وستفرح بها ولن تستغني عنها القرآن كله باركة لكن صورة البقرة هي سيدة البركات قدرة قراءة صورة البقرة تطرد من الجسد الأرواح الخبيثة وتنحش الروحة وتسعد بها النهوس من دوم على قراءة صورة البقرة في الغالب سيرى رؤية صالحة مجرد أن تحدد نفسك أن تقرأ صورة البقرة تأتيك تثبيتات من الشيطان فإن عزنت واستعنت بالله وقرأتها أتتك معونة الله اجعل في حياتك قرص علاجي من وقت لآخر تقرأ صورة البقرة يوميا لمدة أسبوع مثلا النتيجة فرح سرور نشاط بركة رؤية صالحة اقرأ صورة البقرة واعلم أن حسودك إلى الزوال قرأة صورة البقرة أثناء الصلاة وأنت تقرأ في المصحف على ركعتين أو أربع أو ستة ركعات شيء جميل ونفع لن تجد مثل صورة البقرة إلاجا لأمراض قلبك وروحك وجسدك لن تجد لك حصنا حصينا من حسدك مثل قراءة صورة البقرة قراءة صورة البقرة ستشفيك من أمراض قد لا تعلم أنها فيك قراءة صورة البقرة ستجلب لك الخيرات لم تكن تتوقع أن تصل إليك قراءة صورة البقرة تأخذ من وقتك خمسون دقيقة لكنها ترفعك آلاف الدرجات وتجلب لك مكاناً مستحيلاً من أعظم الأسباب التي تجلب للعبد السقون في نفسه والنوم الهانئ وتحطيم جدار الاكتئاب وتدمير الكوابيس المدومة على قراءة صورة البقرة ليس عيباً ولا خطأ أن تقرأ صورة البقرة وتنوي بها جلب الخيرات لك من زواج ومال ودرية ورزق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أختها باركة مع المدومة على قراءة صورة البقرة سيقوم جسدك عند الجن والشياطين بهذا الوضوح ممنوع الاقتراب سريع الاشتعال تكرار صورة البقرة يجعل القلب مصروراً بلا أسباب من بدل السبب أن تختار الوقت المناسب والمكان المناسب لقراءة صورة البقرة والتجهيز النفسي والاستعداد الذهني المطلوب أعظم ما يعين على قراءة صورة البقرة الإنعزال في مكان لا يرك فيه أحد في المسجد بعد الصلاة أو غرفة مغلقة مثلاً مناسب جداً أن تختار وقتاً محدداً تلتزم فيه بقراءة صورة البقرة ولو كنت مشغولاً قسم قراءتها على أوقات الصلوات الخمس مثلاً المدومة على قراءة صورة البقرة لا يتعارض مع خطف القرآن أبداً مثلاً من اليوم عشر أيام كل يوم البقرة وبعدها يوم للبقرة ويوم للختم الذين يقرؤون البقرة قارئ حافظ قارئ متقن القراءة قارئ ضعيف القراءة الأول والثاني أنصحه بسردها في جلسة واحدة والثاني على ثلاث جلسات في اليوم دق بالله العظيم سيشفيك الله من مرضك إن دومت على قراءة صورة البقرة مهما كان شرود الدهن والنعاس والتتأو حي الإبليس حتى تترك صورة البقرة جاهد نفسك عليها ستسحقه سحقاً بإذن الله البدوم على قراءة صورة البقرة أطيب الناس عيشاً وأشرحهم صدراً في الحديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين من جعل ورده من الليل صورة البقرة كان من القانتين الجوال أعظم ما يحول بينك وبين سرد البقرة خطوات عملية لقراءة صورة البقرة إعزم إن عازل استعن بالله وافتح المصحف مع الأيام ستحبك صورة البقرة كما أحببتها ستناديك وتمر على ذهنك وتلين في لسانك لا تقرأ وترحل أترك لنا تسبيح أو استغفار أو صلاة على رسول الله أتمنى منكم أن تكونوا قد استفدتم من فيديونا اليوم وعن أسرار صورة البقرة إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك والتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر شكرا